الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كاسف قلعة الحصر في محافظة حمص قريبا من الحدود مع لبنان لم يكن ثم تقيمة تذكر لقلعة الحصن السورية المغرقة في التاريخ والمتميزة بشكل عمراني فريد عندما استهدفتها مقاتلات النظام بعد خروج المنطقة عن سيطرة جيشه بل ظل يستهدفها بالمدافع حتى أتت على أجزاء منها وخربت مئذنة مسجدها الفريدة بتاريخ 16-9-2013 تم الاعتداء على مئذنة الجامع الكبير في قلعة الحصن وقد بنيت هذه المئذنة في عام 570 هجري وقد بناها الملك العادل حارم الدين قايماز الذي كان حاكما لمدينة حصن الأكراد وأشرف على بنائها الكيتران عبدالله الأشرفي وتعد من المئذن النادرة في الشرق الأوسط حيث يوجد منها في سوريا فقط أربعة مئذن واحدة منها في المسجد الكبير في مدينة حمص كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو قد اعتبرتها قلعة تاريخية هامة لاحتوائها على تراث إنساني عظيم كما سجلتها على لائحة التراث العالمي إلى جانب خمسة مواقع سورية أخرى لتضيفها لاحقا إلى لائحة التراث المهدد بفعل المعارك الجارية في سوريا من جانبها نصبت قوات النظام مدافع من عيار 57 على قمة جبل السايح المطل على القلعة وأسندت قيادة القوات إلى بشر فؤاد اليازجي مع مجموعة من الشبيح المتطوعين من أبناء القرى المجاورة والموالية لنظام الأسد لم يكن لثقافة هؤلاء أن تعرف قيمة قلعة الحصن أو شيئا عن تاريخها وأهميتها بل اعتبرتها هدفا عسكريا مشروعا ومعاديا إذ باتت مع المدينة المعروفة باسمها تحت سيطرة الجيش الحر أما حجارة قلعة الحصن فقد بقيت لتسجل فصلا من تاريخ حكم مر على سوريا لم تشهد مثله على مدى سنوات عمرها الطويل المغرق في الزمن